السلام عليكم يا سنة تالتة ازايكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنبدأ في الموضوع التالت وهو بعنوان روحي الرياضية الموضوع بتاعنا بنتكلم فيه عن اهمية الرياضة وان الفوز الحقيقي مش معناه ان انا افوز في المباراة وابنى الكسبان لا الفوز الحقيقي ان انا اشعر بالتعاون بيني وبين اصدقائي ان انا اكون متميز في اداء اللعبة اللي انا بدخلها ده بنسميه الفوز الحقيقي بجانب ممارسة الرياضة بشكل دائم القصة الاستماع اسمها الفوز الحقيقي زي ما احنا متعودين في بداية كل موضوع بيبقى عندنا قصة استماع كلنا طبعا بنركز فيها جامد وبننصد كلنا لعشان نستمع القصة وهبدأ اسألكم عليها اسئلة هاعرف انتوا استفدتم من القصة ولا ما استفدتوش الفوز الحقيقي اعلنت المدرسة عن قيامها باعداد فريقين لكرة القدم لتأهيلهما للاشتراك في البطولات المقامة بين المدارس وبالفعل بدأ التلاميذ في الاشتراك وقاموا باجراء الاختبارات المطلوبة لاختيار الاصلح من بينهم وتكوين الفرق يبا هنا جات الادارة المدرسة اعلنت ان احنا هنكون فريقين لكرة القدم ونؤهلهم لهم يشتركوا في البطولات المقامة بين المدارس طبعا اول ما التلاميذ عرفوا ان في فريق لكرة القدم والكل اللي احنا هنشترك بدأ التلاميذ ان هم يشتركوا بس طبعا كان فيه اختبارات مطلوبة فقام التلاميذ باجراء الاختبارات دي علشان يختار الاصلح ما احنا مش كلنا هنقدر نعمل اختبارات كرة القدم فبيتم اختيار الاصلح من بينهم يبا لما اجي اسأل سؤال من اللي اعلن عن قيام فريقين لكرة القدم من اللي قال اللي احنا هنعمل فريقين لكرة القدم برافو علينا المدرسة هي اللي اعلنت عن قيامها باعداد فريقين لكرة القدم لماذا قامت المدرسة باعداد فريقين لكرة القدم ليه المدرسة أعلنت عن كده يا سنة ثالثة لتأهيلهما للاشتراك في ايه شطار في البطولات المقامة بين المدارس خلاص كده التلاميس بدأوا منه هما يشتركوا في الفريق بتاع قرة القدم بس طبعا كل مدرب نقأ الأفضل والأصلح قام مدرب كل فريق بوضع برنامج غذائي وجدول تدريبي يبقى كل مدرب قام حط برنامج غذائي وجدول تدريبي للفريق بتاعه لماذا؟ حتى يصل باللاعبين إلى المستوى المطلوب فكل يوم بعد انتهاء اليوم الدراسي بيجتمع كل مدرب مع أفراد فريقه للقيام بالتدريبات التي سترفع مهاراتهم ومستوى هم الكروي يبقى هنا كل مدرب كان بيعمل ايه سنة ثالثة شطار كان كل مدرب بيقوم بوضع برنامج غذائي ويه كمان وجدول تدريبي لماذا؟ ليه كل مدرب كان بيحط الجدول التدريبي والبرنامج الغذائي حتى يصل اللاعبين إلى المستوى المطلوب طيب إما جاء أسأل سؤال وأقول متى كان يجتمع كل مدرب مع أفراد فريقه؟ إمتى كان كل مدرب بيجتمع مع أفراد فريقه؟ أثناء اليوم الدراسي؟ وبعد انتهاء اليوم الدراسي؟ برافو علينا بعد انتهاء اليوم الدراسي كل مدرب بيجتمع مع أفراد فريقه لماذا؟ ليه كان بيجتمع كل مدرب مع فريقه؟ للقيام بالتدريبات التي سترفع من مهاراتهم يبانا كل مدرب كان بيجتمع بالفريق بتاعه ليه؟ علشان يدربوا والتدريب ده هيعمل إيه؟ هيزود ويرفع من الكفاءة عندهم والمهارة والمستوى القروي لهم وبعد شهر من التدريب المستمر ومتابعة التزام كل فرض من أعضاء الفريق بالبرنامج التدريبي وصلت الفرق للمستوى الذي يؤهلهم للاشتراك في البطولة يبا هنا بعد شهر قعدوا قد إيه يتدربوا؟ شهر يبا الفريقين كل واحد فيهم قعد شهر علشان يتدرب ويصل إلى المستوى المطلوب وكل فريق كان ملتزم بالبرنامج الغذائي والبرنامج التدريبي خلاص الوقت الفرق يا سنة ثالثة وصلت للمستوى المطلوب هتبدأ بقى المدرسة تعلن عن إيه؟ هتعلن عن قيام المباراة ثم أعلنت المدرسة عن جدول المباريات كانت أول مباراة بين الفريق الأصفر والفريق الأزرق من الصف الثالث الابتدائي يبا هنا المدرسة حطت إيه؟ حطت جدول للمباريات طيب من الاشتراك في الجدول ده؟ الفريق الأصفر والفريق الأزرق وكانوا في سنة كامية سنة ثالثة يا شطار كانوا أدكوا كده بالضبط في الصف الثالث الابتدائي في أول يوم من أيام البطولة إيه اللي حصل بقى؟ تجمع كل تلاميذ المدرسة للتشجيع والاستمتاع بمشاهدة المباراة يبا هنا أول يوم من أيام البطولة إيه اللي حصل؟ كل التلاميذ بتوع المدرسة عملوا إيه؟ تجمعوا لمشاهدة المباراة وكمان يعملوا إيه؟ والتشجيع والاستمتاع إيه اللي حصل بقى في المباراة يا سنة ثالثة؟ انتهت المباراة بفوز الفريق الأصفر بهدفين مقابل هدف للفريق الأزرق وتعالت الأصوات بالتشجيع والتهليل للفريق الأصفر يبا المباراة انتهت من اللي فاز الفريق الأصفر؟ فاز بهدفين مقابل هدف يبا الفريق الأصفر جاب هدفين لكن الفريق الأزرق جاب هدف واحد بدأ طبعا كل التلاميذ يشجعوا ويهللوا المين للفريق الأصفر لأنه هو الفريق الفائز بينما الفريق الأزرق هو اللي خسر طب عملوا إيه الفريق الأزرق؟ حزن أفراد الفريق الأزرق لدرجة أن بعضهم بكى وبعضهم غضبة إيبه هنا الفريق الأزرق زعل في مجموعة منهم بكت ومجموعة غضبت وبعد خروجهم من أرض الملعب اجتمع بهم مدربهم جه المدرب واجتمع بمين؟ بأفراد الفريق الأزرق وأشهد بمجهودهم والتزامهم بأخلاق وقوانين اللعبة وذكرهم بأن الهدف الحقيقي هو واحد ممارسة الرياضة اتنين التعاون تلاتة المصابرة في أرض الملعب يبال هدف الحقيقي بتاعي إيه؟ مش إن أنا أكسب وفوز لأ أمال الهدف الحقيقي كانوا تلات حاجات ممارسة الرياضة التعاون المصابرة ممارسة الرياضة التعاون المصابرة في أرض الملعب يعني مين فيكو اللي هيقدر يستحمل في أرض الملعب؟ مين فيكو اللي بيمارس الرياضة كل يومه بشكل دائم ومستمر؟ مين فيكو اللي بيتعاون مع أصدقائه علشان الفريق يكسب؟ يبا لما اجي اسأل اول ايه ما الهدف الحقيقي ايه هو الهدف الحقيقي للمباراة ليه انا بعمل مباراة عشان افوز ولا علشان ايه الهدف الحقيقي من المباراة هو ممارسة الرياضة هو التعاون والمصابرة في ارض الملعب طيب بدأ الفريق الازرق يا سنة تلتة بدأ بأي الشجع تحمس الفريق الازرق للتدريب مرة اخرى يبا هنا الفريق الازرق بدأ يقول لا انا لازم اثابر لازم اتحدى وان انا افوز المرة القادمة وبدأوا في البحث عن نقاط ضعفهم لتقويتها يبا هنا بنقول ان الفريق بدأ يفكر ويقول يا ترى ايه نقاط الضعف اللي كان عندي علشان اقويها ووضع اهداف وخطة واضحة لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة يبا هنا الفريق الازرق عمل ايه بدأ يتحمس وبدأ ايه كمان يتدرب اكتر وايه كمان ويبحث عن نقاط الضعف علشان ايه يقويها وبدأ كمان يضع اهداف وخطة علشان يقدر يحقق الفوز في المباريات القادمة يبا هنا لما اسأل سؤال بقول كيف تدرب افراد الفريق الازرق بعد هزيمتهم يبا افراد الفريق الازرق عملوا ايه بعد هزيمتهم واحد بدأوا منهم يتدربوا مرة اخرى ويبحثوا عن ايه سنة تالتة عن نقاط ضعفهم لماذا؟ لتقويتها هم عارفين مثلا ان انا ضعيف في النقطة دي بدأت ان انا اقوي منها وان انا اضع اهداف واضع خطة علشان المرة المقبلة اقدر ان انا افوز وحقق الفوز بتاعي تقابل الفريقان مرة اخرى في مباراة طبقا لجدول مباريات البطولة يبا هنا بدأ الفريقان اتقابلوا مرة اخرى تبع الجدول اللي المدرسة حطته وهذه المرة انتهت المباراة بالتعادل واشادت لجنة التحكيم بمستوى اداء كلا الفريقين يبا هنا الفريق الازرق تقابل مع مين؟ مع الفريق الاصفر ودي كانت تاني مباراة طيب يا ترى المباراة الرقم اتنين دي انتهت بايه سنة تالتة انتهت بالتعادل هما الاتنين جابوا نفس الاهداف واشادت لجنة التحكيم بمستوى اداء كلا الفريقين يبا هنا لجنة التحكيم قالت ايه لا الفريقين المرة دي هما في عندهم مهارة طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ تصافح الفريقان اللي اتنين سلموا على بعض وقال مدرب الفريق الازرق لقد كانت مباراة ممتعة وكلا الفريقين يستحق الفخر بادائه يبا هنا المدرب الفريق الازرق بيقول للمدرب بتاع الفريق الاصفر ان كانت المباراة دي ممتعة وان الفريقين كل منهم بيستحق الفخر فقال مدرب الفريق الاصفر الهدف الحقيقي هو ايه سنة تلتة للسأيلين من شوية؟ الهدف الحقيقي هو ممارسة الرياضة الهدف الحقيقي للفوز هو ايه؟ ممارسة الرياضة وليس فقط الفوز في المباراة مش معنى ان انا افوز في المباراة يبنا كده افوز لا في هدف حقيقي مستخبي وهو ممارسة الرياضة فالاداء المتميز والتعاون وقوة البدن هي الفوز الحقيقي يبا لما اسأل سؤال واقول يا سنة تلتة ايه هو الهدف الحقيقي من الفوز؟ ايه هو الهدف الحقيقي؟ ها من الشطر اللي هيقولي؟ واحد ممارسة الرياضة واحد ممارسة الرياضة اتنين الاداء المتميز ان انا اقدر ادي كده اداء متميز في الملعب تلاتة التعاون اربعة قوة البدن كل دي بنسميها الاهداف الحقيقية مش معنى ان انا خسرتي بانا كده فريق وحش لا دهنا لازم اقو من نفسي ابحث عن النقاط الضعف اللي عندي ابدأ احطي لنفسي اهداف عشان اصل للهدف المطلوب طيب ايه هو الهدف الحقيقي يا سنة تلتة؟ ها الشطر هيجاوبوا علي ويقولي الهدف الحقيقي من الفوز ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة التعاون 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 قوة البدن قوة البدن قوة البدن قوة البدن الاداء المتميز الاداء المتميز الاداء المتميز الاداء المتميز أصفر ولا الفريق الأزرق؟ مين الشطر اللي هيقولي؟ برافو الفريق الأزرق هو اللي عجبني الأداء بتاعه طب ليه؟ لأنه هنا بدأ يحسن من نفسه ويبحث عن نقاط الضعف ويقويها ويضع لنفسه أهداف يبقى اللي عجبني الفريق الأزرق طب ليه؟ لأنه ما قعدش يبكي ويعايا يتقول خلص إحنا خسرنا خلص إحنا ما عدناش بقى هنلعب إحنا هنعمل إيه يعني؟ لأ بدأ يفكر وتحمس أكتر وبدأ إنه هو يدرب نفسه أكتر ويضع لنفسه أهداف ويبحث عن نقاط الضعف اللي كانت عنده ويقويها علشان كده الفريق في الآخر الأزرق تعادل مع الفريق الأصفر طيب لما أقول للشاطر اللي كان مسحصح معايا ماذا قال مدرب الفريق الأصفر؟ مدرب الفريق الأصفر قال إيه يا سنة ثالثة ها؟ مين الشاطر اللي كان مسحصح معايا؟ برافو مدرب الفريق الأصفر قال أن الفوز الحقيقي هو إيه؟ الأداء المتميز التعاون قوة البادن الأداء المتميز التعاون قوة البادن يبقى أنا لما أسأل سؤال إنت استفدت إيه من القصة؟ بعد ما سمعنا القصة إحنا استفدنا إيه؟ ها؟ شطار وحب يقولي إلا أنا أمارس الرياضة بشكل دائم برافو عليك إيه تاني؟ ها؟ إن أنا إيه؟ أبع عندي مصابرة في أرض الملعب وإيه كمان؟ وإن أنا أتعاون مع أصحابي بأنا استفدت إن أنا إزاي أقدر أكسب أتعاون مع أصحابي أمارس الرياضة بشكل دائم ده بيكون كلها يعتبر الهدف الحقيقي للفوز نروح كده مع بعض لأنشطة قصة الاستماع بعد الأنشطة بتاعتنا لقصة الاستماع الفوز الحقيقي أول نشاط عندي أجب عن الأسئلة الآتية أعلنت المدرسة عن قيامها بإعداد فريقين لإيه؟ شطار لكرة القدم في المباراة الأولى فاز الفريق الأصفر بإيه سنة تلتة؟ الفريق الأصفر في المباراة الأولى جاب كم هدف؟ شطار جاب هدفين؟ يبانا الفريق الأصفر فياز إنه هو جاب هدفين قرر الفريق الأزرق الإنسحاب؟ ولا ممارسة رياضة أخرى؟ ولا التدرب مرة أخرى؟ برافو علينا الفريق الأزرق قرر إنه هو يتدرب مرة أخرى أي الفريقين أعجبك أداؤه؟ من الفريق اللي أعجبك أداؤه؟ الأزرق ولا الأصفر؟ شطار كلنا بنقول الفريق الأزرق ليه؟ لأنه هو التزم بقوانين اللعبة يبقى الفريقين أعجبني أداء الفريقين ليه؟ لأنه هو التزم بقوانين اللعبة طيب تمام؟ ممكن واحد تاني قولي أنا عجبني الفريق الأزرق ليه؟ لأنه هو قام بالبحث عن النقاط الضعف وبدأ يحسن من نفسه وبالفعل لما دخل المباراة فاز طيب بيقولي تخيل أنك مدرب الفريق الأزرق وقد خسرت في أول مباراة ما خطتك للفوز في المباراة التالية؟ أنت اعتبر نفسك الوقت يا سنة ثالثة أن أنت مدرب والفريق بتاعك خسر هنعمل إيه؟ إيه اللي أنت هتبدأ تعمله؟ أول حاجة بنقول هاكون بتحميس اللاعبين مش هاد أقوله ده أنت لعب وحش ده أنت خلاص بقى ما عنتش ينفع تلعب تاني لا ده أنا لازم أشجع اللاعب فهاكون بتحميس اللاعبين أشجعوا طب إيه كمان؟ أرفع من الروح المعنوية لما جاه الفريق الأزرق خسر إيه اللي حصل؟ هل المدرب بتاعهم بدأ إنه هو يزعق لهم؟ لا أمال عمل إيه؟ بدأ يشجعهم ويرفع من الروح المعنوية بتاعتهم وبدأ يبحثوا عن نقاط الضعف وبدأ يدربهم يبقى ده المفروض إن أنا أعمل دايما أرفع من روح معنوية اللاعب ودايما أشجعه وحمسه نشاط رقم ثلاثة إيه هو الهدف الحقيقي من ممارسة الرياضة؟ ليه أنا كل يوم بمارس الرياضة عشان أفوز وخلاص؟ أمال إيه؟ أول هدف عندي الهدف الحقيقي في ممارسة الرياضة الأداء المتميز لو أنا كل يوم بمارس الرياضة بشكل دائم إيه اللي يحصل؟ هيبقى أدائي متميز إيه تاني؟ التعاون هيبقى فيه تعاون بيني وبين أصحابي إيه كمان؟ قوة البدن طول ما أنا بمارس الرياضة هيبقى فيه عندي إيه؟ قوة البدن هيصبح جسمي قوي نشاط رقم أربعة صل اسم الرياضة بنوعها جايب لي هنا يا سنة تالتة أنواع مختلفة من الرياضة وكل الرياضة طبعا زم احنا عارفين فيه رياضة جماعية وفيه رياضة فردية فيه ألعاب بتحتاج أن احنا تكون فريق كبير وفيه ألعاب بتعتمد على الفرد الواحد جماعية يعني فريق فردية يعني كل واحد بيلعب لوحده جايب لي كرة القدم كرة اليد الجنباز الجودو السباحة كرة السلة التنس ركوب الخيل طيب عندي أول رياضة إيه سنة تالتة إيه الرياضة اللي موجودة عندي أول رياضة كرة القدم يطرى كرة القدم دي رياضة فردية ولا رياضة جماعية ومحتاجة فريق برافو علينا رياضة جماعية طب كرة اليد يطرى فردية ولا جماعية شطار طبعا كرة اليد فريق وبدال فريق تقبل رياضة جماعية طب الجنباز فريق ولا ممكن كل واحد يلعب لوحده الجنباز رياضة فردية طب الجودو فردية ولا جماعية لا الجودو طبعا كل واحد بيلعب لوحده رياضة فردية السباحة فريق بيلعب مع بعضه ولا لما بنخش المسابقات كل واحد بيحقق لوحده السباحة تعتبر رياضة فردية كرة السلة كرة السلة واحد بس ولا فريق لا طبعا فريق وبدال فريق تبقى رياضة جماعية التنس فريق ولا كل واحد لوحده التنس رياضة فردية لان احنا بنشوف الاولاد لما بيلعبوا كل واحد بيلعب لوحده طب ركوب الخيل لما بنشوف الخيل بنلاقي عليه خمسة ستة قاعدين عليه ولا واحد بس لا واحد بس يبا ديات رياضة ايه سنة ثالثة شطار يبا دي بنسميها رياضة فردية احنا كده عرفنا الفرق بين الرياضة الجماعية والرياضة الفردية رياضة جماعية يعني فريق أما الرياضة الفردية يعني كل واحد بيلعب بمفرده بكده يا سنة تالتة نكون وصلنا لنهاية قصة الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته